اشتركوا في القناة احتجاجات في عدد من احياء طرابلوس على ازمة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة ودعوات لاتزام بالسلمية واحترام القانون الدولية للهجرة تؤكد وجود اكثر من 650 الف مهاجر غير نظامي في ليبيا وتقول ان شبكات التهريب اصبحت اكثر تنظيما حياكم الله مشاهدين اذا الى التفاصيل اكدت مصادر محلية في مدينة درن الاربعات تجدد القصف المدفعي بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة على حيي المغار والمدينة القديمة واضفت المصادر لليبيا الاحرار ان تجدد الاشتباكات يأتي بعد ارسال قوات الكرامة تعزيزات جديدة بهدف السيطرة على مناطق وسط البلاد بدرن واشرت المصادر الى ان عمليات القصف خلفت اضرارا جديدة في هذه الاحياء اضافة الى انهيار اجزاء من مسجد الدرقوية بحي المدينة القديمة بدرن من جديد يستهدف القصف المدفعي لقوات حفتر بالمدفعية الثقيلة والمتوسطة منطقة وسط البلاد التي تشمل احياء المغار والمدينة القديمة في درن مصادر محلية اكدت ان تجدد الاشتباكات في درن يأتي بعد ارسال قوات الكرامة تعزيزات جديدة لغرض السيطرة على الاحياء المتبقية في وسط المدينة المصادر ذاتها افادت من عناصر قوات حماية الدرن في احياء وسط المدينة صدت الهجوم الاخير لقوات الكرامة وسط المدينة مشيرا الى ان خروج العائلات من درن ما يزال مستمرا باتجاه طبرق والبيضة اضافة الى النزوح عائلات اخرى باتجاه مناطق الغرب تطورات تتزامن مع عديد المخاوف من المنظمات الحقوقية والدولية والتي كان اخرها كلمة المبعوث الاممي لدى ليبي غسان سلامة في احاطته امام مجلس الامن والتي حذر فيها من حدوث انتهاكات لحقوق الانسان واعتقال تعسفي خارج القانون في درن هذا الهجوم القصف المدفعي على الاحياء السكنية بالمدينة يأتي رغم اعلان قائد عملية الكرامة خليفة حفتر قبل ثلاثة اسابيع ما سماه تحرير مدينة درن كليا ممن وصفهم بالمجموعات الارهابية في المدينة ونبقى في مدينة درن حيث اعلنت شركة المدار الجديد عودة خدمات الشبكة للطريق الساحلي من غرب درن إلى منطقة كارسا ومنها للطريق المؤدي إلى منطقة لاثرون ومحطة منطقة رأس الهلال واضفت الشركة واضحت على صفحتها بفيسبوك ان العمل جار على ارجاع الخدمة إلى منطقة لاثرون كليا في انتظار توفير اعمدة الكهرباء والاسلاك الهوائية بالتعاون مع الشركة العامة للكهرباء شهدت بعض احياء العاصمة ترابلس امس الثلاثة احتجاجات على خلفية الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي والتي تجاوزت في بعض المناطق اثنتين عشرة ساعة وأرجعت الشركة العامة للكهرباء في وقت سابق زيادة ساعات طرح الأحمال إلى رفض بعض المحطات الواقعة في بعض المدن والمناطق عملية طرح الأحمال رقعة الاحتجاجات تزداد يوما بعد يوم في العاصمة ترابلس على خلفية الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي والتي تجاوزت في بعض المناطق اثنتين عشرة ساعة آخر هذه الاحتجاجات ما شهدته منطقة غوت الشعال بالعاصمة ترابلس حيث أقدم المحتجون هناك على إغلاق الطرق وإشعال النيران في إطارات السيارات احتجاجا على انقطاع الكهرباء وعدم المساواة في برنامج طرح الأحمال احتجاجات تأتي بعد تصريحات للمجلس المحلي حي الأندلس أكد فيها عدم مسؤوليته عن أي تحركات غير سلمية من قبل المتظاهرين معربا عن تأييده لأحاقية المواطن في التعبير عن مواقفه بالطرق السلمية وطالب المواطنين كالآتي إقالة لجنة إدارة الشركة العامة للكهرباء فورا ومحاسبتها احتراما للمواطن دعوة الحكومة للاستقالة الجماعية الاستمرار في الاعتصام السلمي في الميدين والساحات لحين حل كل الأزمات وأولها أزمة الكهرباء تصريحات جاءت على خلفية احتجاجات شعبية في بلدية حي الأندلس نتيجة تزايد ساعات طرح الأحمال من قبل الشركة العامة للكهرباء الشركة العامة الكهرباء من جانبها أرجعت زيادة ساعات طرح الأحمال إلى رفض بعض المحطات الواقعة في بعض المدن لعملية طرح الأحمال من بينها محطة جنزور ومحطة غرب طرابلس والزاوية إضافة إلى تحديد بعض المناطق ساعات طرح الأحمال بحيث لا تتجاوز الساعتين محذرة من إمكانية وقوع انهيار بشبكة نتيجة لهذه الأفعال احتجاجات تتجدد كل عام في مناطق متعددة من ليبيا دون أن تلوح في الأفق بوادر تشي بانتهاء أزمة الكهرباء التي طال أمدها وأصبحت كابوسا يؤرق المواطنين مع اجتداد كل فصل الشتاء أو صيف هذا وتواصل الفرق الميدانية لخدمات المستهلكين بالشركة العامة للكهرباء تواصل حملتها اليومية في عدد من المناطق وذلك لقطع التوصلات غير شرعية التي تسببت في زيادة كبيرة لطرح الأحمال وذلك بالتعاون مع الفرق الأمنية بعينزارة وقامت الفرق اليوم بقطع توصيلات غير شرعية للتيار الكهربائي بمنطقتين عنزارة وبوسليم عيث استدفت في حملتها أصحاب ورش النجارة والحدادة وبعض المحالة التجارية التي تقوم بالحصول على إمداداتها من الطاقة الكهربائية بطريقة غير شرعية بدورها عقد بمقر الشركة العامة للكهرباء الاجتماع الثاني الخاص بالمنطقة الجنوبية وذلك لمناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه الشبكة الكهربائية العامة بالجنوبة وناقش الاجتماع أيضا الذي ترأسه مساعد المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المساندة بالمنطقة غيث علي ناقش الاشكاليات المتعلقة بنقل المواد وتأمينها وتأمين المخازن اللازمة لها بالإضافة إلى توفير الوقود وآلية التواصل مع الإدارات العامة بالشركة وأهمية عقد الاجتماعات الدورية نفى المتحدث باسم رئاسة أركان القوات البحرية العميدة يوب قاسم اتهامات منظمة برو اكتيفا الإسبانية بترك خفر السواحل الليبي امرأة وطفلا يموتان على متن قارب للمهاجرين في المتوسط وقال قاسم في تصريح لليبي الأحرار الثلاثين خفر السواحل نفذ عملية الإنقاذ لقارب على متنه 165 مهاجرا داخل المياه الإقليمية الليبية بمهنية عالية وفقا للمعايير الدولية في عمليات الإنقاذ على حد تعبيره يبدو أن شبح الهجرة غير النظامية لا يزال يطفو على سطح الواقع الليبي ولا يأبى إلا أن يكون حملا ثقيلا على كتفيه ليمسي هاجسا يؤرق السلطات كونه من أهم القضايا الخلافية بينه وبين حلفائه من الاتحاد الأوروبي حول وجهة المهاجرين ومساعي إيجاد موانئ لاستقبالهم العشرات بل المئات من المهاجرين الحالمين بمستقبل أفضل على الأراضي الأوروبية يصلون ليبيا يوميا واستواقع اقتصادي وسياسي صعب تعيش هي الأخرى يجعلها مضطرة أحيانا لاتخاذ إجراءات ضرورية على الرغم من صعوبتها بعد أن باءت جميع المحاولات الأوروبية للحد من ظاهرة الهجرة بالفشل جهاز خفر السواحل قطع طرابل استمكن الثلاثاء من إنقاذ 165 مهاجرا غير نظامي من جنسيات مختلفة بينهم 34 امرأة و 12 طفلا كانوا على متن قارب مطاطي إضافة انتشال جثة واحدة قرب منطقة القرابولي بعد تعطل محرك القارب في البحر وعقب هذه العملية اتهمت المنظمة الإنسانية الإسبانية غير الحكومية بروكتيفا عبر لسان رئيسها خفر السواحل الليبي بترك امرأة وطفل يموتان على متن قارب مهاجرين بمياه المتوسط لأنهما رفضا الصعودة إلى زوارق الدورية لإعادتهم إلى ليبيا اتهمات نفها المتحدث باسم رئاسة أركان القوات البحرية العميد أيوب قاسم قائلا في تصريح للأحرار إن خفر السواحل نفذ عملية الإنقاذ بمهانية عالية ووفقا للمعايير الدولية في عمليات الإنقاذ ورغم وصف مصادر في وزارة الداخلية الإيطالية رواية المنظمة الإسبانية بالخبر الزائف إلا أن موقف وزير العدل الإيطالي الفونسو بونافيدي جاء مغايرا لهذا حيث أعلن في تصريحات صحفية أنه لا يستطيع القول إن كان بالإمكان الوثوق بخفر السواحل الليبي ووسط كل هذا تبقى ليبيا حائرة في كيفية التعاطي مع الاتحاد الأوروبي الذي تطالبها دول منه تارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق أبوابها المائية وإيقاف هذه الأعداد المتدفقة بأي ثمن كان وإعادة المتواجدين على أراضيها لبلدانهم بل وتقييد بيع القوارب إليها للحد من وصولهم وتارة أخرى تطالبها باحتضانهم وإنشاء معسكرات لإيوائهم علما منهم أنها دولة عبور لا مصدر وأن وضعها الاقتصادي أقل من أن يتحمل عبءا كهذا خاصة مع المساعدات الشحيحة التي تصلها منهم بحسب مسؤولين ليبيين أكد رئيس المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا عثمان بليبسي وجود أكثر من ستمائة وخمسين ألف مهاجر غير نظامي في البلاد منهم ما لا يقل عن تسعة ألاف في مركز الإيواء وكما دعا الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في ليبيا عبد الرحمن غندور دعا من جهته إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية الأطفال المهاجرين أثناء تنقلهم في ليبيا عقب حادثة زوارة بعد عمليات الإنقاذ الأخيرة في المتوسط أكد رئيس المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا عثمان بليبسي أن عدد المهاجرين في مراكز الإيواء تضاعف في الأشهر الأخيرة بسبب زيادة عمليات حرس السواحل الليبي بليبسي وفي تصريحات له من لندن أكد وجود أكثر من ستي مائة وخمسين ألف مهاجر في ليبيا منهم ما لا يقل عن تسعة ألاف في مراكز الإيواء قائلا إن الألاف من المهاجرين أيضا تحت رحمة المهربين وتجار البشر رئيس المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا أكد أن شبكات التهريب أصبحت أقوى وأكثر تنظيما حيث يتعرض المهاجرون إلى انتهاكات خطيرة على طول رحلتهم من المناطق الجنوبية إلى السواحل الليبية قبل بلوغ أوروبا وفي هذا السياق دع الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في ليبيا عبد الرحمة الغندور إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية الأطفال المهاجرين أثناء تنقلهم في ليبيا وتوفير بدائل للرحلات الخطرة والمميتة دعوة غندور جاءت بعد العطور على جثث ستة أطفال في شاحنة على الطريق إلى مدينة زوارة موضحا أن أكثر من 23 ألف محاولة لعبور المتوسط من ليبيا تم تسجيلها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري السلطات الليبية من جهتها وبإمكانياتها البسيطة أنقذت أكثر من 80 ألف مهاجر خلال السنوات الماضية لكن ذلك لم يمنع العديد من المنظمات الدولية من توجيه أصابع الاتهام لحرس السواحل الليبي في أكثر من مناسبة أخير هذه الاتهامات صدرت عن وزير العدل الإيطالي الفونسو بونافايدي على القناة الإيطالية الثالثة حيث قال أنه لا يمكن الوثوق بحرس السواحل الليبي مطالبا بلاده بالتأكد من أن ما يقوم به الجهاز يحترم حقوق الإنسان مشاهدين الكرام نشرتنا متواصلة ولكن بعد الفاصل الاندبندة الإيطالية البريطانية تقول أن ليبيا الدولة الغنية بالنفط تغرق في الفقر نتيجة الفساد وأصدرنا قرار بإنشاء الحرس الوطني جاءتني تقارير استخباراتية بأن الثوار أو من يسمون نفسهم الثوار يريدون بهذا الحرس الوطني أن ينقلبوا على الدولة في بنغازي كانوا أعضاء في الإخوة المسلمين وأعضاء في حد العدالة والبناء وكانت الحكومة غير مقبولة إحنا حولنا لهم في يوم واحد مئة مليون دينار تشكلت كتائب ودعمتها الحكومة تحت مظلة وزارة الداخلية كتائب الصواعق والقاقاء وفي النهاية هذه الكتائب تدخلت في الشأن السياسي عندما وجهت بيان إذا كان في حكومة تتمتع بكل عشد في حكومات التي جاءت بعد فبراير حقومتها رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان ضيف برنامج الشاهد في جزئه الخامس يأتيكم في الأوقات التالية تجدد القصف المدفعي على حيية المغار والمدينة القديمة بذرنا وقوات الكرامة ترسل تعزيزات جديدة إلى مناطق وسط البلاد واحتجاجات في عدد من أحياء ترابلس على أزمة انقطاع الكاروبال ساعات طويلة ودعوات للالتزام بالسلمية واحترام القانون الدولية للهجرة تؤكد وجود أكثر من 650 ألف مهاجر غير نظامي في البلاد وتقول إن شبكات التهريب أصبحت أكثر تنظيما أهلا بكم جديد نشرت صحيفة انديبندنت البريطانية تقريرا عن الأوضاع في ليبيا قالت فيه إن الدولة الغنية بالموارد الطبعية تغرق في الفقر حيث تختفي أموال النفط في حسابات مصرفية أجنبية وقالت الصحيفة في تقريرها الذي نشر عبر موقعها الإلكترونية أمس ثلاثة إنه على الرغم من امتلاك ليبيا أكبر احتياطات نفطية في أفريقيا وامتلاكها ثالث أكبر احتياطي في العالم إلا أن حوالي ثلث سكان يعيشوا في الفقر وإن كثيرا منهم يعيشون دون الوصول إلى مياه الشرب النظيفة أو شبكات الصرف الصحي المناسبة وكما رأت الصحيفة أن أسباب الفقر في ليبيا الذي تعانيه تكمن في عمليات الفساد الذي كان مستوطنا في عهد القذافي إلا أن حدته زادت في الآوينة الأخيرة بمعدلات غير مسبوقة وفق الصحيفة رفض رئيس القسم شؤون الشرق الأوسط والشمال الأفريقية في حلف شمال الأطلسي نيكولا دي سانتوس القائم السورية ما يحدث الآن في ليبيا على تدخل الناتو في 2011 وقال دي سانتوس في تصريحات نقلتها صحيفة اليوم السابع المصرية قال إن هناك أخطاء ارتكبت من جميع الأطراف أوصلت ليبيا إلى ما هو عليه اليوم مشيرا إلى أن حلف الناتو يرى أن النجاح في ليبيا كان بنسبة 50% كما أضف دي سانتوس أن جامعة الدول العربية فضلا عن الليبيين هم من دعوا الحلف إلى تدخل في ليبيا عام 2011 قال رئيس حزب العدلة والبناء محمد صوان إن هناك طرفا يتلقى دعما إقليميا يسعى إلى استمرار الانقسام وإفشال أي محاولة لتجاوز الأزمة في البلاد وأضف صوان خلال لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أضف أن هذا الطرف يسعى لإفساح المجال لمشروع عسكرة الدولة كخيار وحيد وهو ما يفسر سلوك ما سماها القلة المعرقلة التي ترفض إيفاء مجلس النواب بالتزاماته وتتحكم فيها وطلب صوان بممارسة الضغط الكاف على هذه الأطراف ومن يقف خلفها مشددا على أن استمرار هذا الوضع يهدد بتنامي ظاهرة الهجرة والإرهاب والتهريب ما يعرض أمن واستقرار ليبيا والمنطقة بأسرها للخطر حسب قوله وفي سياق آخر قال مبعوث الأمم المتحدة لدعم في ليبيا غسان سلامة قال أن البعثة انتهت من المرحلة الاستشارية للتحضير للملتقى الوطني في ليبيا وأوضح سلامة في تصريحات نشرتها صفحة البعثة على فيسبوك كان البعثة عقدت في الأشهر الماضية أكثر من 75 اجتماعا في ليبيا وخارجها بالتعاون مع مركز الحوار الإنساني الذي شارك فيه أكثر من 7000 ليبي ربهم من النساء إضافة للاستلام 200 مشاركة عبر الإنترنت وانضمام 130 ألف متابع لهذه المشاورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي فضلا عن متابعة واسعة من وسائل الإعلام في ليبيا أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق سماحها بدخول الطلبة للدور الثاني بغض النظر عن عدد مواد رسوبهم في الدور الأول وأوضحت الوزارة في بيان لها أن القرار جاء نتيجة الصعوبات المختلفة التي يمر بها الطلاب والتي أثرت على استعدادهم لأداء امتحاناتهم في الشهادة الثانوية بالشكل المأمول حسب وصفها وفي السياق ذاته قال وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل قال إن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات التي وصفها بالصارمة والكفيلة لضمان تأدية امتحانات الشهادة الثانوية في حال حدوث أي خرقات داخل مقار لجان امتحانات ونقلها إلى مقرات أخرى وأوضح عبد الجليل خلال اجتماع أمس ثلاثة مع لجنة التنفيذية العلية للامتحانات برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام وأعضاء لجنة أن هذه الإجراءات المتخذة تأتي حرصا على مصلحة الطلبة لإجراء هذه الامتحانات بما يمكن اللجان المكلفة من أداء مهامها وعملها على أكمل وجه وفق تعبيره أكدت تلاجة مراقبة الامتحانات الثانوية بجامعة غريان سير عملية المراقبة بشكل جيد مشيرة إلى أن عددا من الطلبة اشتكوا من صعوبة الأسئلة في بعض المواد كما أبدأ بعض الطلبة انزعاجهم من الانقطاع المتكرر للكهرباء ولساعات طويلة مشير إلى أنهم لم يتحصلوا على أساتذة في بعض المواد العلمية هذا وتفقد رئيس جامعة غريان محمد غومة تفقد سير العملية التعليمية بكلية العلوم في الجامعة للإطمئنان على سير امتحانات الشهادة الثانوية الكثير من الطلبة بل جلهم يشكون ويتحججون بعدم دراستهم لبعض المقرارات الدراسية في المدارس ساعدوا من استكمال المناج ويشعرون بالظلم والإجهاف بقرار وزير التعليم من جهة وضع البلاد ومن جهة قرارات الوزير اللي تعبتنا ومن جهة قرارات شركة الكهرباء يعني في النهاية في اليوم النهار كله بيقول ضي هارب بيجيك في الليل نفس الشي ضي هارب معهم في ظاهر يتلقش نقطة لظاهر يتلقش أقل شي يعطون الوسائل يعني مداما مدارونا في كليات ما قلنا شي عادي ما عندنا شي اشكالية العام فات علينا هنا نصف العام ما قرناه شي اعتصامات وابلات فيه اللي جي وفيه الليلة الماناج مش تامينه وفيه الكتابات جيونه متأخرات يعني توف فيه من أسل مش مرة علينا بكل جاية في الامتحان القناة ما مرتش علينا قبل بكل هذا وبحث منص قطاع التربية والتعليم بمدينة الشحات علي بوجنوب بحث المشكلات التي تواجه الطلبة والقطاع التعليمية جاء ذلك خلال زيارة لمنصق قطاع التعليم رفقة مديري مكاتب التعليم الأساسي والثانوي بالقطاع وقسم التفتيش والمتابعة والتي شملت مكتب خدمة تعليم شحات ورجال الامتحانات الواقعة في نطاق المدينة أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط يوم الثلاثاء حالة القوى القاهرة على عمليات شحن النفط الخام من ميناء الزاوية النفطية ووفق الموقع الرسمي للمؤسسة فقد جاء هذا الإجراء عقب تراجع مستوى الانتاج في حقل الشرارة نتيجة الهجوم الأخير واختطاف أربعة من موظفي شركة أكاكوس جرى الإفراج عن اثنين منهم لاحقا وكما أضفت المؤسسة أن تراجع مستوى الانتاج في الحقل إلى 125 ألف برمين يوميا يكفي لتلبية متطلبات مصفات الزاوية ولكنه لا يسمح بتوفر أي فائض للتصدير أصدرت وزارة المالية بحكومة الوفاق ثلاثاء قراراً بتكليف لجنة تتكون من خبراء ماليين تابعين الوزارة تتولى اللجنة المتابعة والمراجعة مع الإدارات المختصة بمصرف ليب المركزي نعم هذا وتتولى اللجنة وفق القرار مراجعة أذونات الصرف الصادرة عن إدارة الخزانة وتحديد المنفذ منها والأذونات الأخرى المعلقة والبحث عن حلول فنية لمعالجتها إضافة إلى مراجعة تدقيق حساب الإرادة العام ومطابقته لما هو مثبت بسجلات إدارة الخزانة العامة دعا رئيس المؤسسة الليبية الدولية للمعارض والمؤتمرات عمر جرواش دعا الشركات التونسية للمشاركة في معرض ليبيا للغذاء المزمع تنظيمه في شهر ديسمبر المقدم وكما أوضح الاتحاد التونسي للصناعة والتشارة والصناعات التقليدية في بلاغ له أن جرواش التقى برئيس الاتحاد سامير مجول وأكد أهمية حضور المؤسسات التونسية الخاصة للمعرض وذلك دعما للعلاقات الاقتصادية التونسية الليبية أعلن المجلس البلدي سبها تشكيل غرفة أمنية مشتركة في المدينة تحت إشراف مدير مديرية الأمن في المدينة لمكافحة ظاهرة انتشار الجريمة في سبها وقال عميد بلدية سبها حامد الخيالي في تصريح القناة لبل أحرار الثلاثة جثة مجهولة الهوية من أحد جبال منطقة القائرات وأوضحت صفحة الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي على فيسبوك أن انتشال الجثة جرى بعد ورود بلاغ من السلطات المحلية بالمنطقة دون إعطاء مزيد من التفاصيل قال رئيس مجلسي شورى وحكماء المشاشية طهر رفاعي إن ملف تبادل المختطفين بينهم وبين الزنتان لا يشهد أي تقدم وكما أضاف رفاعي في تصريح القناة لبل أحرار يوم الثلاثة أن اللقاء التقابلي المزمع عقده في الأيام القادمة بين الجانبين ينتظر إتمام بعض الترتيبات من جانبه أفدى شعبان العميان أحد أعيان الزنتان بأن أعيان المدينة أبدو خلال لقائهم بلجنة الشاطئ من الجنوب باستعدادهم لتسليم كامل المختطفين من المشاشية باستثناء من هو مطلوب للجهات القضائية مشيرا إلى أنهم في انتظار أي رد من قبل المشاشية على حد قوله بحث رئيس المجلس المحلي تورغا عبد الرحمن الشكشاك مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق عبد السلام عشور إعادة تفعيل مركز الشرطة بمدينة تورغا وقال رئيس المجلس المحلي عبد الرحمن الشكشاك في تصريح لقناة ريب الأحرار الثلاثاء إنهم اتفقوا مع وزارة الداخلية على توفير بعض الإمكانيات الضرورية لتفعيل عمل المديرية وتنسيق مع مديرية أمن مصراتها بالخصوص داعيا كافة الضباط والأفراد من أبناء المدينة للعودة إلى أعمالهم وفق قوله هذا وأعلن في مدينة غريان أمس الثلاثاء الاتفاق على توفير مضخات لتشغيل الأبار في المنطقة بعد نقص المياه في الجبل الغربي إثر توقف بعض الأبار عن العمل جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي في ديوان بلدية غريان ضم مديري المكاتب ورؤساء مراكز الخدمات بالجبل الغربي نقشنا طبعا المشاكل التي مر بها الجبل الغربي من نقص شديد في المياه ومن شح شديد للمياه والصعوبات التي تواجه مراكز الخدمات تمحور الاجتماع لكيف أن الإدارة العامة تنسق بين المكاتب هذه وتساعدها في النهوض بالتورة المائية ضرورة تفعيل إرادات بعض المقترحات لسرعة اتخاذ جراءات عاجلة للمحافظة للتشغيل مع ضرورة جباية ما يمكن جبايةها في هذه الفترة من قبل المستفيدين من هذه الخدمات سواء كان بالقطاع الخاص والمنزلي أو القطاع العام جهة الحكومية التي يجب أن تلتزم بدفع ما عليها من جباية حتى تمكن الشركة من مواصلة عملها وتقديم الخدمة الجيدة أعلنت بلدية بنغازي مباشرتها في إنشاء قسم الطوارئ بمركز طب وجراحة القلب لأحدى الشركات المتعقدة مع البلدية لتنفيذ المشروع وأوضحت البلدية عبر صفحتها بفيسبوك أن هذه الأعمال تأتي في إطار المشاريع الطارئة التي تنفذها لجنة إعادة استقرار بنغازي المشكلة بقرار من رئيس مجلسا وفي وقت سابق أعلن المكتب الإعلامي للمجلس البلدي زوارة اختتام اجتماعات المجلس الأعلى للقضاء الذي أقيم بالبلدية خلال اليومين الماضيين نعم هذا وأضف المكتب الإعلامي لبلدية زوارة عبر صفحاتي بفيسبوك أن هذه الاجتماعات عقدت بناء على دعوة من المجلس البلدي زوارة لعقد اجتماعهم الدوري الثاني عشر بالبلدية بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع الفريق الوطني لبرنامج نقل وزراعة الأعضاء بالعاصمة ترابلس بحث الصعوبات التي تواجه استنافى عمل البرنامج بكامل قدراته وكيفية تطوير عمله بمشاركة الخبرات أو الخبرات العالمية ونقل المكتب الإعلامي لرئاسة المجلس الرئاسي أن السراج وعد بتوفير كل الدعم المطلوب الذي يحتاجه البرنامج الوطني وفقا لما يتوافر مع إمكانياته وأكدا على أهمية التواصل بين المؤسسات الطبية الليبية والمراكز الطبية المتخصصة في الدول المتطورة لاستفادة من خبراتها في هذا المجال هذا وقمت إدارة الخدمات الصحية ببني وليد بزيارة لبعض المراكز الصحية في المدينة وذلك لمتبعة آلية توزيع تطعيمات الأطفال على المراكز الصحية والمستشفيات وقال مدير إدارة الخدمات الصحية سامي سلامة لقناة ليب الأحرار إن تطعيمات الأطفال متوفرة الآن وبكميات كبيرة داعيا أهالي بني وليد لعدم الازدحام أمام المستشفيات هذا وأشار سلامة إلى أن كمية أو كمية التطعيمات التي سلمتها المدينة مؤخرا هي الأولى من نوعها بعد توقف الإمدادات منذ قرابة العام وفق قوله تطعيمات متوفرة من كل الفئات من الموليد إلى السنة ونص في الحقيقة نشكر وزارة الصحة لتوفيرها لتطعيمات بعد أن دامت تسعة أشهر غيابها أو نقصها داخل مدينة بنوليد نطمئنها لمدينة بنوليد بأن تطعيمات مازالت متوفرة أقيم بالقاعة الكبرى في مركز البحوث الطبية بالزاوية حفل تخريج الدفعة الحادية عشرة للعام الدراسي الفين وخمسة عشر والدفعة الثانية عشرة للعام الدراسي الفين وستة عشر الفين وسبعة عشر وأشهد طلب الخرجون خلال كلماتهم في الاحتفالية بالقدرات الطلبية ودعمها في التشجيع على مواصلة المعرفة ومواكبة العلم والحرص على متبعة كل ما هو جديد ومفيد لخدمة البلد والمواطنة وجودنا اليوم لتكريم الخرجين من أبنان الطلبة والطالبات خرجية الدفعة الحادية عشر والثانية عشر يأتي هذا الحفل في إطار التشجيحهم ودعم المتميزين منهم نأمن من الدولة النظر بعناية لها الخرجين والطاقات الشبابية حتى يتم الاستفادة منهم في المستشفيات والمرافق الصحية طبعا الحفل زي ما تشوفوا فيه طبعك الرحمن وكل العانيليين عليه نشكرهم نشكر جميع القنوات الراعية لهذا الحفل وطبعا زي ما شفته صار تكريم للأوائل وتكريم لكل الطلبة الموجودين إن شاء الله يربي دوم هكي وإلى سبها حيث احتضل المركز طبي حملة مجانية تحت عنوان عيون الجنوب والتي نظمت أو نظمت برعاية شركة المدار الجديد وتهدف الحملة بحسب القائمين عليها إلى تخفيف معاناة المواطنين في مناطق الجنوب وتكاليف الباهضة للعلاج في المصحة الخاصة اقتتمت بمركز سبها الطبي حملة عيون الجنوب والتي نظمت برعاية شركة المدار الجديد الحملة استمرت لمدة ستة أيام متواصلة بالمنطقة الجنوبية عن طريق إجراء الكشف المبدئي على المرضى بالإضافة إلى إجراء أكثر من ثلاثمائة عملية جراحية مقسمة على فترات صباحية ومسائية السبب الذي خلنا نجول الحملة هذه ونشتغله مع المرضى أن صعوبة الظروف وعدم تاحت هذه الخدمات الأساسية للمواطنين سبها بالأخص والجنوب عامة فمتواجدين الحمد لله في المركز اليوم هو آخر يوم من هذه الحملة التي تواصلت الليل بالنهار لآخر خمسة أيام أو ستة أيام الأخيرة الحملة ضمت فريقا طبيا متخصصا في طبي وجراحة العيون قادما من طرابلس بقيادة الدكتور قديح بلياسم قديح المقيم في كندا والذي يقوم بزيارات منظمة منذ عام 2012 لإقامة عمليات مجانية في عدد من المدن الليبية كما تم في اختتام الحملة تكريم الدكتور قديح والطاقم المصاحب له من قبل مجلس وأعيان قبائل ورفلة بالمنطقة الجنوبية وذلك تقديرا لهم على المجهودات التي قدموها للمواطن خاصة في مناطق الجنوب اقتربنا من صقفة 300 حالة جراحية التي كانت كلها في احتياج شديد لهذه الجراحات والهدف الأول منها هو تخفيف عناء المواطن ومواصلة المشوار وتشجيع الغير لخدمة البلد وتشجيع كل أبناء ليبيا أنهم يخدموا في كل المدن الليبية بالتساوي الزيارة الهدف منها تخفيف معاناة المواطنين وتجنيبهم مشاقة السفر والتكاليف الباهظة للعمليات والعلاج في المصاحات الخاصة في ظل أزمة الوقود ونقص السيولة بالإضافة إلى تحفيز زملائهم من الأطباء في التخصصات الأخرى ليحدو حدوهم في تقديم خدمات مجانية للمواطنين بالمستشفيات العامة نظمت اللجنة العلية للطفولة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية ندوة بعنوان الإعلام والطفولة في ليبيا نعم الندوة التي عقدت بمقر مركز الضمان الاجتماعي بطرابلس حضرها أسادف مختصون في الشؤون الاجتماعية ومربيات أطفال واختصاصيات علم الاجتماع تناول المجتمعون فيها واقع الطفولة التي تعاني قلة برامج النهوض بها والرعاية الشاملة إضافة إلى غياب الأمن وانقطاع الكهرباء وكذلك الظواهر السلبية التي بدأت تبرز مؤخرا كظاهرة التسول والانقطاع عن الدراسة حقيقة النسب عالية جدا من أمراض التواحد هذه الظاهرة ظهرت عندنا بدأت تنتشر نسب عالية جدا من التخلف حقيقة في مؤشرات ودراسات ارتفاع التسول حقيقة لا يخفى على الجميع كنا في السنوات الماضية النسب التسول عندما تقوم الوزارة بالكشف والمسح الاجتماعي لضوها التسول تقريبا 20% لبين 80% الآن للأسف حقيقة كل اللحصيات التي حصلتها آخر مرة آخر سنة الماضية تقريبا أجريت نسب لباس بها بدأت من عائلات ليبية ومن أطفال ليبيين وليه طبعا هذا بالنسبة لأن الطفل يتقاسم الهم فهو أكيد طالما هو موجود في أسرة والأسرة دائما هي في حوار دائما سواء كان في الغداء أو كان على وجبة عشاء أو كان حتى في وقت الراحة الأسرة دائما هي في حوار والأسرة هو الأب ما يقوم به في الشارع أو ما يقوم به في العمل يأتي للبيت ويقوم برواية رواية تامة كرم مكتب الدعم والإرشاد النفسي بمراقبة تعليم حيل أندلوس طلبة الفئات الخاصة وذلك لإدماجهم مع باقي الطلبة بالتعاون مع بعض منظمات المجتمع المدني نعم وكما شاركت ببرنامج ثقافية وتربوية ورياضية من أجل الترويح عن هؤلاء التلاميذ والخروج بهم من ضغط العام الدراسي بعد انقضاء عام دراسي للأطفال فكرت جهات الاختصاص التابعة لوزارة التعليم في خلق مناخ جيد لهم يخرج بهم من ضغط الدراسة طيلة الفترة السابقة وهذا ما قام به مكتب الإرشاد والدعم النفسي بمكتب مراقبة تعليم حيل أندلوس والذي اختار مصيف السلام ببلدية تجرى ليكون حاضنا للفئات الخاصة من التلاميذ لإدماجهم سويا مع الطلبة الآخرين طبعا هذه فيها ترفيه للطالب من ضغوط امتحانات ومن ضغوط النفسية التي تواجهها وصعوبات في الدراسة والحمد لله اجتزنا المرحلة الاخير فغرضنا من هذه الاحتفالية أن الطالب يكون الطالب الساوي والطالب الفئات الخاصة يكون في حالة جيدة ويكون في اندماج طبعا نحن كمكتب الدعم ورشاد نفسي حبينا أن نكون المرحلة هذه هي دعم عائلي واجتماعي ونفسي للعائلات يضم مكتب الفئات الخاصة طلبتنا من الفئات الخاصة ومعلمات الفئات الخاصة كذلك المرشيدات النفسية داخل مدرسنا ومرياض الأطفال الدعوة وجهت لكافة التلاميذ على مستوى بلدية حي الأندلس مع أهليهم للمشاركة في المصابقات التي تم تقديمها والتي شملت العروض المسرحية والبرامج التثقيفية والرياضية والتي رسمت لوحة تعبيرية على وجوه الأطفال الحاضرين طيلة فترة التقديم حاليا نحن في ورشة الرسم الفوري أو الرسم التفريغي ما يعرف بالأطفال نحب الرحب بجميع من حضر معنا اليوم في هذا المهرجان شكرا لكم شكرا جزيلا وهذا ما يفعل الأطفال هنا اليوم لم يستثني هذا المحفل المنظمات المدنية والمؤسسات التي تهتم بشؤون الطفل والتي دائما ما نراها في مشاركتها لدعم الأطفال من الناحية النفسية والتي زينت هذا المحفل الخاص بالطفل بلوحات ورسومات تعبيرية يفرغ فيها الأطفال ما في مخيدتهم من قصص تعبيرية وزم الزواغي لقناة ليبيا الأحرار طرابولس هذا ونظمت مؤسسة إرادة للأعمال الخيرية محاضرة بعنوان قصص وراء الأبواب ألقها كل من فاضل السويدي والإيطالي المولود في ليبيا جوسيبي سكالورا المحاضرة التي أقيمت بدار حسن الفقيه للفنون مساء أمس الثلاثاء تأتي وفقا للقائمين عليها في إطار دعم النشاطات الثقافية وخاصة ما يتعلق منها بتاريخ المدينة القديمة بطرابولس هذا وشهدت المحاضرة تنوعا في الحضور من مختلف الشرائح الثقافية والعمرية والاجتماعية بالمدينة وأطافت بهم المحاضرة عبر محطات من الذاكرة التي تحكيها بيوت وأبواب المدينة القديمة وما اكتنزته من الذاكرة أو هذه الذاكرة من خبايا وأحداث بين من عاشوا فيها من مختلف الديانات والثقافات قصص وراء الأبواب طبعا هي تحكي على المدينة القديمة وتحكي على المدينة طرابولس تحديدا احنا نطرقه في كل مرة باب وهذه قصص حقيقية وأصحابها موجودين طبعا ديما احنا نعتقده أن اللي جي من برة هو اللي عنصر مؤثر لكن احنا بالعكس في المحاضرة هذه أتبتنا أن مدينة طرابولس هي البوتقة اللي تجمع جميع الحضرات وتجمع جميع الجنسيات وتجمع جميع الديانات اترقنا بواب مدينة طرابولس ذاكرة مدينة طرابولس عبر عدة بواب كان فيها ضيفنا أحد الإيطاليين المولودين في طرابولس اترقنا بابه وباب ذاكرته المحاضرة هي محور حول عدة بواب قطنوا هالمدينة الساحرة هذه الفاضلة طرابولس كانوا عدة جنسيات عدة ثقافات في إشارة أن مدينة طرابولس كانت مدينة تعايس السلمي ومدينة السلام أقيمت بقاعة المجاهد محمد الفكيني بمدينة الرجبان أمسية لتأبين المرحوم محمد عمر المختار نجل الشهيد عمر المختار نعم الأمسية أشرف عليها مكتب الثقافة بالرجبان بالتعاون مع دار الرجبان للتراث بحضور عدد من الأعيان وبعض أصدقائي محمد عمر المختار من أبناء المدينة هذا تم خلال الأمسية عضو مجموعة صور لنجل عمر المختار وأصدقائه من أبناء الرجبان وصور عدد من المجاهدين من أبناء الرجبان الذين جاهدوا ضد الاستعمار الإيطالي أنا باك نلتقي في هذا اليوم لتأبين ابن شيخ الشهداء عمر المختار محمد الذي توفى هذه الأيام وقد رأت دار المجاهد بالرجبان أن تقيم هذا الحفل المتواضع لتأبين هذا الرجل وفاعل لذكر والده شيخ الشهداء الذي ضحى وبقية الليبيين معه من أجل تراب هذا الوطن إلى هنا نصوا ياكم مشاهدين إلى ختام نشرتنا وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عنوينة تجدد القصف المدفعي على حي المغار والمدينة القديمة بدرنا وقوات الكرامة ترسل تعزيزات جديدة إلى مناطق وسط البلاد احتجاجات في عدد من أحياء طرابلوس على أزمة القطاع الكهرباء لساعات طويلة ودعوات للاتزام بالسلمية واحترام القانون والدولية للهجرة تؤكد وجود أكثر من 650 ألف مهاجر غير نظامي في ليبيا وتقول إن شبكات التهريب أصبحت أكثر تنظيما لمزيدنا من التفاصيل دائما نزور موقعنا الانترنتي بالحرار دو تي في وبقية منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي شكرا لكم الحسن المتابعة دمتم بالخيار اشتركوا في القناة